امر الصحفي النهاردة لتقديم شيكابالا أو تعاقد مع شيكابالا لمدة خمس سنوات مع نادي الزمالك منهم سنة إعارة للنادي الإسماعيلي ونهاردة كان متواجد كمان الفنان أشرف عبدالباقي عشان يعتذر لجماهير الزمالك ويعتذر لمجلس إدارة نادي الزمالك عن يعني بعض الحاجات كده اللي كان قالها ضد نادي الزمالك بشكل كوميدي أو شكل فكاهي فيها سخرية من نادي الزمالك فبرضه مسجلين مع الفنان المميز الأستاذ أشرف عبدالباقي هنشوف الكلام ده كله إن شاء الله في التقرير وبعدين نرجع نكمل تاني مع بعض في كرة كل يوم في إطار التوأمة بين ناديين عريكين نادي الزمالك ونادي الإسماعيلي تاريخ طويل من علاقات المحترمة بين الناديين معظم الإسماعيلية ينتمون في التشجيع لنادي الزمالك ونادي الزمالك النادي اللي شجعه بمهير الزمالك بعد الزمالك هو الإسماعيلي يمكن علشان الكرة الجميلة يمكن علشان كان فيه منهم 67 أيام حرب 67 لما حصل التهجير كان نادي الإسماعيلي وظيف على نادي الزمالك وعلى ملعب نادي الزمالك عمر ما نادي الزمالك خطف لعيب من نادي الإسماعيلي عمر ما نادي الزمالك معامل قرصانة على نادي الإسماعيلي كان عندنا مشكلة بلد من أولادنا اللي هو محمود شكبال شكبال كان عنده فيد شكبال كان ببادة موهبته شكبال ما كانش مجتزم زي بالظبط كده اي ابن هلاقيه منفجد الاب مش في الابن الاب في الارض المسهول اللي قاعد يدلع وشخلع وما يعقبش لغاية ما ابنه كده بقى كده شكبالا استوق الدرس لانه كان حكم عليه لإعدام الرياضي خلاص فكانت البداية امير مرتضى ورحمد مرتضى بيعرفش كبالا جابهولي قالولي بقى شخص تاني مختلف انا عندي خبرة شوية يعني في الحياة نهيت وفيها لانه اصبح مختلف اكثر اندباطا عارف انه غلط بداية انك تسلح احترف مغلطك وقال انا غلط وعايز فرصة زارني استاذ جماعت استاذ جمال العدل استاذ طرمت حتى العدل واستاذ عمر الجنيني وكان لهم دور كبير في رجوع شكبالا مش اللي من الرياضة رجوع شكبالا نفسه يعني وانتوا عارفين طبعا لما جيوا وظاهروا حصلت مشكلة مع السيد عميد احمد سليمان مستقرار بعدها وتبنيت عودت شكبالا كابني من الابناء النادي ده العقد اللي بلنا وبين نادي سبورك بشبولا اللي لسه مبارح متوقع منه عقدنا فترة كبيرة في مدولات عايزين مليون مئة مليون جنيه لأ خمسين مليون جنيه يعني حاجات تابعا ارقام جاية ما وصلنا الى سبتمية وخمسين الف دول بيتحول فورا مئتين وخمسين الف دولار وفي يغير مئتين الف وفي ميونيا عالفين وستاشر ان شاء الله بإذن الله مئتين الف دولار من ضمن بنود العقد اسقاط جميع العقوبات اللي كانت موقعها للشكبال في قطوع جميع العقوبات شرط اساس اشترطنا كل عقوبة تم توقعها على هذا اللاعب في الجولدوريات اللي تم اسمع طبعا انا كل حاجة بنعملها انا وسادة المستشار انا باتصل بيه اولا المدام بتخص الحاجة بتخص الحاجة مشتركة بين نادي اسمالك والنادي اسمالك اول حاجة كلمته قلتول له وسادة المشاركة قلت عارفة من كابتل ميلو جاي كمدير فن الفريق فاتصلت به قلتوله عارفة من كابتل ميلو في دا التهتبق هل تسمح لي انا اتكلم معه قبل ما اتكلم مع الكابتل ميلو كله واحد ان انا اتكلم معه قال لي رغم ان انا كنت احطه رقم واحد ان هو اللي حيكون مدير فن النادي اسمالك بعد كده انما احنا والنادي اسمالك واحد فانفضل كلمه ما فيش مشاكل وكانت اول وبعد منها خبز زي انا كلمت الكابتل ميلو واعتقد انه من اصوأ بالقرارات اللي خدها مجلس زي انادي اسمالك ان احنا جبنا العلامي عندنا عمل حرار جوه النادي وبيعمل فرقة جميلة جدا معينه ما شاء الله ودي الهدية التالتة اللي احنا خبناها من المشاو المحتوى الموضوع انا اعلم قيمة شكبالة الاشكبالة طبعا من احرف اللعيبة واحسن اللعيبة اللجوم على ارض الملعب المصري انا عارف انا فاهم هو يعني حاجات اللي بيعملها مش فكورة يعني ما بيجيش تدهيب لحريف تماما فبرضو قلت له طيب هل انت كلمت السابق المتطب اللي انا كلمت وطب انا برضو هكلمت فاكلمت السابق المتطب بان انا ما عنديش منع خالص وبدأ احنا السكة وان شاء الله سادة المتشار وانا نعيدش كابلا للملعب انا متطمن جدا واعارف كويس باعساس عيس النادي باعساس من ده العين الكورة والعين الكورة زي ما قال العين الكورة زي ما قال العين الكورة زي ما قال معلسل المتطب اعبارة عملوا اللواء ونجرب تشيل الطلاب اللي عليها الكورة فى الدماء عودة شكابلا للملعب تاني لنادي الزمالك ده حلقة جديدة فى مسلسل 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 للملعب تاني لأبناء ولملعب تاني طول عمره على مرة تاريخ لما بيكون احد أبناء ونصر تنكنا او الحد في دقاءة جابه وابيته هو النادي ولملعب تاني ولملعب تاني ولملعب تاني فى مصر الحاجة الاهم ان انا نحست ان عودة شكابلا فعلا لنادي الزمالك كانت اكبر دليل ان المصرات مقترب وصول ومدلس الدارة فعلا عايزين يقفوا جنبه وامون احضراتكوا ليه لو كانت نادي الزمالك متعقدش مع اي نجوم ومتعقدش مع اي نعيب اكبر كان ممكن اقولكوا ان شكابلا عودته بنادي الزمالك منظرة شكابلا عودته بنادي الزمالك عشان خاطر الجمهور لكن الحقيقة ارجل كده الحقيقة ان مدلس ادارة نادي الزمالك تعاقت مع العيبة بلا فيه الكفاية الان هما تخليهم ان هما خلاص احنا مش محتاجينش كباله فادا اكبر دليل ان المصرات مرتضى ومدلس الادارة بالكامل فعلا رجعه شكابلا عشان عايزين يقفوا جنبه لكن الاهم من كده زي المصرات القصودة بقال ان كان لازم يقاب فيه مكان ان شكابلا يقع فيه وما فيش مكان افضل فى مصر ان شكابلا يقع فيه غير مات الزمالك زي المادة الاسماعيل من اكيد ان عودته وان احنا نرأت عليه في مخاطرة لكن انا بالنسبة لي كمدرد والنسبة لنا كمادة الاسماعيلي هي مخاطرة مقبولة ليه مخاطرة مقبولة لان زي ما مصرار مرتضى قال مواهد الشكابلا مش محتاجى وقت ان احنا نركعه هنركعه بإذن الله فى اصل عوقات ممكن لكن الاهم من كده ان انا لما عادت مع العيب ولم عادت مع شكابلا لمست قد ايه ان هو عايز يركع وقد ايه ان هو عاده اسرار ان السنة بتاعت الاسماعيلي دى تكون بداية عودته الحيالية فاحنا هنساعده لكن متأكدين ان هو بإذن الله يساعد نفسه وان هو اتغير زي ما المصرار مرتضى قال وبإذن الله يكون اضافة كبيرة لنادي اسماعيل فى الموصل القادم ويركع نادي الزمالك يكمل المشهور بتاعه يكون اضافة كبيرة لنادي الزمالك كبيرة العيب العيب عايزة بتنم عليه شوية من العيب الموبار ميندوس الذي كان لديه ما تتلاش عالكسورية في وقت صعب جدا 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 ويمكن مجز الهدار رد الدنيل يعودش كبيرة لا يعودش كبيرة لنادي اسماعيلي بساد نادي اسماعيلي اطبع النادي الزمالك يعني الكنولة مبادين او الزمالك بين او الزمالك موال اسماعيلي احنا دايما في علاقة قوية وسرية بينهم من النادي اسماعيلي ونوذ سداد اسماعيلي هيصرع من عروف المستوى الكبير اشتبالا بقول له ما حقيت شديدك ما حقيت النادي اسماعيلي مكابرة في الخطأ ده بيقلل نظرة الناس لشخص يعني فيه خطأ والخطأ هو اني بخسر ناس مش بص فيه ممكن واحد بيقولك ايه اه خاف ايه وعمل ايه واحنا رعبناه فجاب ورا وعمل كل ده لا يعنيني انا يعنيني اني مخسرش واحد انا ده الاهم بالنسبالي الخطأ كان عند الشباب وانا المتحمل انا النهاردة مفيش الشباب حتى اللي هم قالوا الافيلي ده الناس مش موجودين انا الموجود لان انا المسؤول عنه ومفروض ان فيه اي حاجة زي كده او اي عرض مصرحي بيتم من خلال مصرح مصر لابد ان هو يمر علي وابقى انا المسؤول عنه تماما للحكاية دي او غيرها وفكرة حساسية العلاقة ما بين المشجعين في الفترة دي لا تحتمل بالمرة اي هزار في الموضوع ده فبالتالي اما حصل الهزار ده انا جيت النهاردة بقول للناس بقول لهم يا جماعة ارجوكم اتزعلوش انا مش مستعد ان انا مخسر حد منكم هو نادي الزا مالك هو اللي يعني نادي الزا مالك بالنسبة موضوع شكبالة هو اللي وقف جمب شكبالة النادي عنده رغبة والادارة عندها رغبة ان اي توقف جمب واحد من ولادها انا او اي حد تاني كنا عبارة عن وسيلة بس لكن عمران ما نفرت حاجة هم مش عايزينها وهم كانت الرغبة عندهم رغبة كبيرة جدا ان هم يرجعوا شكبالة للملاعب الاول وبعد كده يرجعوه للزمالك طبعا لو في شكرة يبقى للأستاذ متدى ان هو يعني زي ما ميده الف مؤتمر صحفي ما كانش مضطر ان هو يجيب شكبالة لان هو جاب الصفقات كلها الفرقة محتاجاها يعني ما كانش يبعليه ضغط جمهيري هات شكبالة هو جاب الصفقات كلها الفرقة محتاجاها بعد كده وقف مع شكبال ابن الزا مالك وبالنسبة الموضوع أستاذ أشرف عباي برضو نادي الزا مالك هو اللي كبير يعني هو أستاذ أشرف مجاش نادي الزا مالك يعتزر عشان أمير او عشان أستاذ مرتضة او عشان أشخاص لا ما فيش حد عائل هيبعايز يعادي جمهور الزا مالك نادي الزا مالك كيان كبير هو من نفسه لما لأ ان فيه مشكلة حصلت هو ما كانش سبب فيها ما كانش هو اللي قال الهزارة او الصخرية دي كان حد تاني مش ناضج شوية ما عندوش خبرة شوية لسه بدأ حياته شوية فيش مشكلة